والله الدنيا شكلها حلوة عندك ياكوس الدنيا شكلها كويسة اول حاجة واضح عندي انه فيه تطور مادي او يمكن تكون فلوس جاية يعني مش دازم تكون الحالة المادية حتعلة بس ان شاء الله فيه فلوس جاية وفيه حالة كده رخاء ان شاء الله شايفك بتقود عربة ومتجه بسرعة انت المسيطر على الامور دلوقتي ياكوس وانت طبعك مندفع شوية وراكب عربة كمان يعني انت ماشي بفول سبيد فبالراحة شوية هي الدنيا شكلها كويس ما تقلقش من حاجة كل حاجة حلوة بس خد وقتك شوية مفيش حد بيجلي وراك عندك عجلة حظ الدنيا ان شاء الله بتتسهل يعني الحاجات دي وقتا ان شاء الله بتتسهل لكن فيه هنا شوية خوف انت خايف من حاجة معينة خايف من تغيير في شغلك واضح انه هيحصل فيه حاجة هتتغير الكلام بيتعاد اخرجي ودخلي تاني يا رين فيه تغيير هيحصل في شغلك فعلا شكلك هتروح شغلة تاني او هيتغير مكانك جول الشغلة بتاعك فيه حاجة عندك هتتغير فيه موت لشيء وولادة شيء جديد يعني افتكر ده التغير اللي بيحصل في العمل عندك يا قوس ولا ايه الدنيا عندك متشقلبة فيه عملية تحول بتحصل عندك معاها بعدها تطور مدي تاني يعني تطور عندك مدي مرتين هنا وهنا مرتين الناس اللي حصل بينهم انت حباوز الراوتر اللي حصل بينهم انفصال شكل فيه رجوع لحبيب قديم او ممكن او ممكن يكون رجوع لصديق قديم او معرفة قديمة مش لازم يكون صديق بس المهمة فيه حد بيرجع وبيقدم لك شيء حلو حاجة هتفرحك هتبسطك فيه ارتباط هنا بس مش ارتباط جديد يعني الناس اللي في علاقة حاسين ان هما مرتبطين بشركهم قوي دلوقتي وانهما ماشيين مع بعض بخط واحد عندنا كمان king of swords اهو بيقولك انت شخص زاكي يقوس ومحبوب وعندك كمان بتدي نصايح كويسة والمنطق عندك المنطق عندك كويس يعني منطقك في التفكير كويس جدا اللي مش بيشتغل اللي مش بيشتغل فهو خايف من خطوة هياخدها حاسس انها هتغير حياته وخايف ان هو ياخدها زا انتوا شايفين كده متكتف ومش عارف يروح فين وحاسس انهم مش شايف قدام ومش عارف الخطوة اللي بعدها ايه فعنده شوية قلق يبقى كرت ده بلقى معناه انه برضو هتتعلم حاجة جديدة لو انت ما بتشتغلش فانت ممكن تتعلم حاجة جديدة والتحول اللي عندك ده لو مش حاجة في الشغل فهو تحول شيء في حياتك في موت لشيء وولادة شيء جديد الناس اللي مرتبطين علاقتهم كويسة الناس اللي حصل بينهم انفصال ان شاء الله في رجوع الناس السنجل مفيش حاجة جديدة لخص القرية بسرعة تطور مادي كويس في عجل تحظ بالدور الحاجات الوقفة ومتعطلة هتبتدي تمشي وتتسحل في عندك عربة انت ركب عربة وماشي بسرعة وانت القائد انت اللي بتحرك مفيش حد بيحركك لأ انت صاحب قرارك وانت اللي بتتحرك خوف من تغيير بس هيحصل هيحصل خفت او ما خفتش بس شكل فيه تغيير جاي فيه حاجة جديدة هتتعلمها معها تطور مادي جديد هيحصل غير الاولاني وفيه رجوع لحبيب قديم او شخص عزيز عليك قديم وفيه ارتباط قوي نحو الشريك للناس المرتبطين The lovers كمان اللي هو بتاع الاثنين المرتبطين دول بيوحي كمان بالاختيار ان هم اتنين فيه حاجة انت بتختار بينها ما اعتقدش ان هم شريكين مش وصل للموضوع ده ان هم شريكين بس لأ انت واقع في اختيار اه قوس انا بس اللي بيخوفني منك التصرع بتاعك حاول ان انت ايه بتاخد وقتك شوية في التفتير بلاش التصرع ده بس الدنيا عندك الحمد لله شهر ده شكلها ماشاء الله حلوة قوي 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 اوكي الجدي طيب الجدي بتطلب كتير يا جماعة حلوة قوي يا ساعد مساكي يا هند 21 ديسمبر ايه ده اول يوم في الجدي حولتي باذن الله يدعي فيه حاجة حلوة فيه تغير ان شاء الله بس فيه تغير كويس يعني تغير حلو ان شاء الله اللي جاي والانترنت رجع الحمد لله بس انا خايفة ارجع على الانترنت بتاع البيت يرجع يبصل تاني فخليني على البقاء وخلاص شوف لايب منوراني لحن الحياة اهلا بيكي منصرع ابي فعلا ومن ثاني بيزبقني لما حليع صابني احوالله يا بنتي مش لوحدك يا ريم يعني كلنا لحن الحياة واي حد جديد منورين اللايب لو عجبك بليز اعمالي مشاركة يعني دوسي اعجاب بالصفحة ومتابعة لشين تشوفي الفيديوهات الجديدة انا كل يومين باطلع العيب تعال نشوف بقى الحالة العطفية اخبارها ايه والعفية ليه يعني ايه يا صافي يا حبيبتي يا مروة ده انت الامارين ازيك يا روحي لا تكوني جاي تقولي كده وتمشي يعني لا خليكي اعدا معانا مساء الفل يا حكاية عيش اوكي اوكي تمام بديله برج تاني لما ان تصويت كان صالح الحمل بس يا اسراء هو فعلا حصلت قلت الحوت بدل الحمل بس رجعت قلت الحمل وبعد ما قلت الحمل الصفحة تقفلت والفيديو ده انا مساحته انا مساحته بنفسي لانا كنت خايفة تكون صفحة تقفلت بسببه هو انا قلت حاجة غلط في الستريم ده فعملت له دليت انا شلته بس انا قلته والله يا حبيبتي بس ان شاء الله هعيد قريته تاني ولا هموكو خالص يا حبيبتي يا شايمة اسلامي مساء الفل يا سعيد اوخدت بالكم ارجعت الكروتي القديمة تاني بشحن الجديدة يلا بينا الحالة العطفية للمجموعة الاولى برج القوس اوكي ترجمةلة عدد كل نز arrives ترجمة بد ارغس الحالة العاطفية مش حلوة يا قوس. مع تانية بصوا. واضح انه فيه اختيار فعلا. الشريك اه القوس قصدي القوس عايز دي يحسن اختيار شكله بيختار بين شخصين ومحتار بينهم. او اه انه هو محتاج يرتبط بشريكو اكتر. يعني حاسس انه هو مش مرتبط بكفاية. معرفش هو حاسس حاسس ان علاقه مش نكحه قوي. حاسس انه هو مش حاسس بامان قوي. طلع كرت الشمس. يعني فهو عنده نقص في الامان او نقص في السعاده. عنده نقص في حاجه. شايف شريكو ازاي. شايف شريكو بيحبه. يعني هو عارف ان هو بيحبه. طب ايه الموضوع? شايف شخص رومانسي. شايف ان هو شخص رومانسي. يمكن هو رومانسي بس ببقاش رومانسي معاك ولا ايه الموضوع? الطاقة فيها جرح. فيها قلب حزين. فيها حزن. اه الشريك بقى عايز ايه? الشريك عايز يبقى عن المشاكل ويروح مكان هادي. يعني واضح انه ممكن تكون بتقطق الايام دي سلبية شوية فهو محتاج يبقى عن الطاقة السلبية دي ويروح مكان بعيد. عايز ايه كمان? عايز زي ما تقوله حد كبير يحكم بينكو. يعني يقول ايه مين غلطان ومين مش غلطان. شايفك انت ازاي? شايفه حظ يعني هو شايف ان هو بيمده بالحظ. اه وبيمده بال يعني زي ما تقوله بيتفاقل بيه. لما بيبقى معاه اموره بتتسهل. تفعامين وشه حلوة عليه. شايفين هو شايفين هو وشه حلوة عليه. اللي بيحصل الشهر ده في قلة مواجهة. يعني في حاجات لازم تتواجه وتتقال لكن ما بتتقالش. ما فيش مواجهة بتحصل. هدي بتجد تخشه في مرحلة جديدة شوية. ممكن تكون مرحلة احسن. مرحلة احسن شوية. اه بس فيها برضو عزلة. يعني انا شايفة ان القص منعزل. وقاعد لوحده وقاعد يفكر. يعني رأيه يا جماعة. طب احنا حطينا قدنا عن مشكلة. طب انت يقوص شايف ان الشيكك بيحبك. لو القراءة زي ما انا شايفة كده ان القراءة ماشية صح. اه انت شايف ان الشيكك بيحبك. وانك انت وشك وشك حلوة عليه. كل الحاجات الحلوة دي. ايه سبب اه الحيرة اللي انت فيها او الاختيار اللي انت فيه او ان انت حاسس ان انه 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 مش مرتبط بيك كفاية. وان العلاقة مش ناجحة وانت مش سعيد. حاس انت مش سعيد كفاية. العزلة وانك انت يعني تبعد وتنعزل لوحدك وتنتفصل عن شريكك حتى وجدانيا يعني حتى بمجرد تفكير. ده انا مش شايفة انه هوا قرار صح. انا شايفة انه اه اه الو عايز تقرب تقرب. بس اقرب. انا مش ليس شايفة انتت تقرب وتتعبر عن مشاعرك وتعبر عن الجواك اه وشكك حيسمعك لانه بيحبك يعني سبل ازعج بالبساطة دي بالضبط كده. هو بيحبك فهيسمعك. وبس وشكك مش عايز مش احز مشاكل دلوقتي اكاوس يعني هو هو مش حابب مشاكل دلوقتي هو حابب يكون فيه هدوء شوية لان طبعا هو عنده اكيد حاجات بره كتير يعني ايمة بالواجب معاه ومش شايف ان هو يعني فيه سبب يخليك تكون متدايق منه بالطريقة دي فمش عايز مشاكل وانا صراحة اعذره في حاجة زي دي ترمى مفيش مشكلة اساسية يعني انتوا قادرة طبعا اكيد فيه تفاصيل جوه انا مش عارفاها بس ده الصورة العامة الصورة العامة شريكك بيحبك اه شريكك اه مش عايز يعمل مشاكل معك وعايز تعدوا الفترة دي وتروحوا بره امان فياريت ايه اللي اعوز له عدم امان طيب ياريت تعدوها بقى مع بعض كده اديكوا في ادين بعض شبكوا اديكوا كده وعدوا روحوا بره الامان مع بعض بهدوء كده لان ما فيش اي داعي للي انتوا عاملينه ده كويس جدا يا عبير حلو حلو جدا خلاص يبقى زي ما قلتلكو بليز امسكوا قدوم بعد كده وعدوا كده بناحية تانية بالراحة والمواجهة مش شرط تكون المواجهة فيها يعني عنف انتوا محتاجين تواجهوا اه انت محتاج تطلع لجواك بس فاطلع وارتاح يعني قولي لجواك وارتاح الاسد اتقال صحيح يا لله احنا قلنا برج الاسد بشكرك يا رؤى انا قلت المرحلة الاولى دلوقتي شفت الحظ عندو حلو قوي القوس المرحلة الاولى هنشوف دلوقتي المرحلة التانية اخبارها ايه مك صح ايه بشكرك يا اسيل مش مهتم بيك هاي دي مشكلة حلوة قوي يا امه ادهم وصلنا لي المشكلة الاساسية طيب مش مهتم هل هو مهتم بحد تاني ولا هو مش مهتم لان هو عندو حاجات اه تعباء اصلا قرادي ضغوط حياة ومسئوليات وشوية حاجات كده فابتده اه تمامه يقل من عندك شوية لو دي الحالة معلش يعني استحملي شوية يعني عدي شوية عزوري التمثيل والعزور اه وبطريقة ظريفة كده يعني مين حايديني اهتمام غيرك انا محتاجة شوية اهتمام يعني انا عرف انا مقدارة ان انت عندك حاجات ومشهول وعندك شغل والحاجات دي كلها بس انا برضو ليا يعني اكيد انا من ضمن الحاجات اللي انت مفروط اهتم بيها فاما عايزة بس شوية اهتمام مضاء بسيط خالص والله مش مش محتاج العزلة يعني مش محتاجة عزلة خالص يا حبيبتي وانا بموت فيك يا زنينة كلمك وصحب اشكرك يا هودا العزراء قريب حبيبتي حاضر حبيبتي يا شقاوت اسكندرية عفكرة كلامك صح جدا بسبب البعد الاهمار وعدم الاهتمام اه فهمت 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 بسيطة او يا جماعة والله بسيطة مين عامل حاجات بتعيط لا تليز انا عايزة لوب ولايكس اه تم استهلاك المتاح خلصنا خلصنا الانترنت طيب نخش بقى على المجموعة التانية القراءة العامة لبرج القوس الجميل اللي مش متسرع يا ختي القوس هنا في ارتباط ماشي واتفاق نحو المستقبل مع شخص خلو بالكو القوس مش كله بيمشي علي